مرحبا برج الجوزاء هذه قراءتك العامة القراءة أصلحك الطالع الشمسي والقمري رح نبتدي بالجانب العملي جانب المال والأعمال ما الذي ينتظرك في هذا الطريق يا برج الجوزاء او ما هي تطورات اللي ستطرع على حياتك في حصولك على شيء انت متوقع انه رح تحصل عليه في هاي الوقت عندك مسألة شوية تأخير في الوقت انت هني نعم تستحق ان تحصل على الاجازة اللي انطلبتها على النجاح على الموافقة كأنما انت تطلب هني ترقية او موافقة او منصب اعلى انت هني كأنما تحصل على ترشيح وممكن يكون حتى ترشيح في التجارة انت تشوف نفسك في الفترة القادمة ان تستحق ان تكون من الاوائل من الصف الاول في مجالك ان كنت في مجال عمل ان كنت في مجال بزنسك الخاص ان كنت حتى في مجال التحصيل العلمي لحد الان كأنما هنا بالنسبة لك فيه عدالة لم تحقق فيه اختيار لم يقع عليك وانت هالشي محبطك كأنما صاير فيه تأخير ولكن اللي انت ما تدركه ان على الجانب الثاني هو صاير بسبب تركيزك انت على امور ثانية برج الجوزة كأنما انت هنا في النهاية ترى يقولك راح تحصد ما زرعته فشنو اللي انت رعته في الفترة السابقة لازم تدرك ان بعض الجهود لدينا سبعة الخماسيات بعض الجهود ما تثمر في جانب معين لان احنا مكتوب لنا جانب اخر وظيفة افضل مجال ثاني احنا نعمل فيه مجال ثاني راح نبدع فيه ممكن دام احنا حددنا ان راح ندخل المجال الفلاني مو شرط انه هذا اللي يكون مصدر قوتنا ومصدر طاقتنا كأنما هني انت مو مستانس ومو مسعيد بالراتب او المرجود المادي ايضا اللي استثمرت فيه هذا الشي اذا كنت طالب انت مو سعيد بالنتائج انت تريد ان تكون من الاربع الاوائل الصف الاول اي شي اقل من الاربع الاوائل تحس انه ما يناسب جهودك ولكن هل ان انت مشتت انتباهك يا برج الجوزة اشوفه هني في عشر الاخصان كأنما كنت انت تعمل على اكثر من شي في نفس الوقت فشي طبيعي انه عندك شي صار فيه تقصير نجاح او تحصيل علمي او حتى في الوظيفة ما قدرت تعطي امية بالمية لان انت قريدي لديك الكثير على طبقك الخاص لديك الكثير من الامور اللي قريدي مستنزفة طاقتك ووقتك جهدك فهني انت ما تقدر ان تحط تركيز اكثر كأنما طاقة التحبيط هذه اللي عندك يقولك لا تحس بالاحباط انت قريدي قاعد تنجز الكثير ولكن الكثير من الامور مجتمعة في نفس الوقت هذا سبب ان انت ما قدرت تعطي امية بالامية للمجال اللي انت فيه حاليا وهذا الوضع مؤقت دائما الكرت اللي بعد هذا الكرت ان احنا ناخذ بذورنا اللي زرعناهم في هاي الارض وما اثمروا ناخذهم الى ارض ثانية بداية جديدة نوعية صياغة الامور خلا نشوف ايضا ما هي رسالة لك بالضبط انت هنا عندك طموح عالي بسبب جهودك نعم وضعت الكثير من الجهود في شي معين في حياتك العملية فعندك طموح وايد عالي انت كأنما تريد الاول او لا تريد ان تكون ابدا اذا ما حصلت على الشي اللي في بالك كأنما انت قاعد تحس بالفشل او التقصير ولكن انت لازم تعرف ان هاي العملية اللي انت طالب فيها هي بروسس معنات عملية العملية تحصل على مراحل ومو في كل مرحلة احنا راح نكون من الطراز الاول او الصف الاول في مراحل احنا راح نحس شوية بتعب وهذا الموضوع جدا طبيعي وفي مراحل انت فعلا راح تواجهها وتكون دائما صاحب الصف الاول او المركز الاول الاختيار الاول الافضل في مجالك انت قاعد الشي هذا جدا يهمك فكأنما انت هنا مركز على الاشياء الغلط مركز على تقصيرك مركز على الاشخاص اللي ما اختاروك او ما رشحوك كأنما هنا قاعد تلوم الناس لقلة نظرهم ما قاعدين يشوفونك ما قاعدين يرشحونك انزين قاعدين يختارون اشخاص ثانينك تريد ان تثبت نفسك ولكن المطلوب منك ان اول شيء في الناحية العملية تفهم ان هاي عملية راح تأخذ وقت وكل مرحلة لها وقت ومش شرط في كل مرحلة ان انت تكون الاول دائما هنا يتكلم عن الاخذ والعطاء في الحياة لازم نعرف ان احنا متى وقت شخص ثاني من اجل ان يستع نجمة لازم نكون متواضعين بما فيه الكفاية حتى مع نفسنا وندرك ان انت فعلا يا برج الجوزاء قاعد يتركز على اكثر من شيء في نفس الوقت فطبيعي ما راح تكون الاول في كل شيء لان انت مو تموم متفرغ لشيء واحد تشوفك هني كأنما ما بقولك مشتت ولكن عندك الكثير من المسئوليات والالتزامات النقطة الثانية اصمد لا تستسلم وتقول هذا المجال مو مجالي هذا المشروع مو مشروعي هذا هو ليس الشيء اللي الله كتب لي لا تتراجع عن عن شيء انت لحد الان بذلت فيه الكثير من الجهد فقط لان النتائج ما كانت حسب توقعاتك عندك تسعة الاغصان وهن هي عشرة الاغصان بما معنى انتهاء هاي المرحلة الصعبة جدا قريب انت على وشك انت تختم هاي المرحلة بنجاح فلا تستسلم وتباقي لك غصن واحد مرحلة واحدة صعوبة بسيطة لحد ما تقدر انك تختم هاي العملية هاي المرحلة بنجاح لا تستسلم الحين هذه هي الرسالة لك من الناحية العملية وكن ما تسامح مع نفسكم على الاخرين كل ما تواضع بما يكفي بحيث ان تسمح للاخرين انهم ساعات يحصلون على المركز الاول وانت تروح تعمل لا تنسى عندك الكثير من المسئوليات اعمل على امور ثانية حاول ان تحصل على الاول فيها العائلة البزنس مجالات ثانية انت مقعد تعطيها اهتمام كامل ولكن النجاح جدا قريب يعني باقي لك شعرة شوية بس تصبر وتصمد مطلوب منك ان تصمد في مكانك عشان تصل للي في بالك الكوب الاول ان تكون الاول ان تريد ان تكون رقم واحد في مجال معين مميز الكل يعرف اسمك الكل يختارك هذا النوع من الطاقة رح ننظر الى الجانب العاطفي القراءة العاطفية رح تكون عامة اول شي عندنا كرت المشردين خمس الخماسيات الشمس ما بعد الظلام الا الشمس في حياتك العاطفية برج الجوزاء في حياتك العاطفية انت تحس ان الشريك تخلى عنك كأنما يعني وضع مقارب لحياتك العملية احساسك هو اللي قاعد يعكس هاي الطاقة عندك نفس الاحساس بشكل عام في حياتك تحس ان الشريك ما اختارك ايضا مثل ما ان انت في مكان عملك او دراستك او مشروعك لم تحصل على المركز الاول لم تكن الاختيار الاول كأنما في الحياة العاطفية نفس الشيء تحس ان الشريك كانت لديه خيارات ثانية افضل منك تحس بالدونية عندك شوي احساس بالدونية تحس ان هذا الشخص من زمان كمل حياته عاش سعيد وهو في وضع افضل مني عندك هاي نوع من الطاقة دائما تقارن نفسك فيه ما تنتظر راجعة كثير ما انه انت قاعد تقارن نفسك دائما تتخيله هو في وضع جميل في منزل جميل حياة مريحة مستانس مرتاح تعد يسوي الامور اللي خاطرة فيها وانت هني كأنه ما في طاقة انا ما عندي انا ما املك انا ما استطيع اول شيء المطلوب منك انت اخذ طاقة السيف الصغير السيف الصغير دائما معناته ان احنا نبتدي فرش نسأل الاسئلة البسيطة طاقة التلميذ طاقة اول شيء انا ليش احس بهاي الشعور وليش هذا الشخص ما اختارني اذا فعلا ما اختارك وقرر انه يعيش سعادته سعادته في مكان اخر هل معناته انه يجب ان تظل في هاي الطاقة هاي الطاقة الداكنة طاقة الظلام طاقة التعاسة هل معناته انه احنا نحس بالنقص لانه في شخص معين لم يختارنا ولا احنا عندنا نفس القدرة ان نعيش في كرة السعادة ولكن مم معه هني سؤال مهم هل شرط ان انت تكون مع هذا الشخص عشان تحس بالسعادة هل سعادتك مرتبطة بشخص معين عندك اسئلة وايد لازم تحطها على ورقة وقلم وتجاوب نفسك انت محتاج لان تصارح نفسك ان تقارن اوضاع الكل من الداخل والخارج هذا كرت من الخارج وهي الكرت من الداخل من الداخل والخارج ترى الامور هني لازم تدرك مع الشريك ليست ما تبدوه اذا هو كان يبدو لك او انت قاعد تتخيل او تحلم فيه ان او هو سعيد انت ما قاعد تدرك انه هو ايضا عليه الكثير من المسؤوليات انت قاعد ترى الظاهر اكثر الناس في حقيقة الوضع دائما يحسون او في حقيقة وضعهم الظاهر مو نفس الباطن الظاهر هو اللي نرى على السوشال ميديا على الانترنت اللي نعرضها للناس كواجهة في الباطن جدا مختلف طاقة ممكن تكون عكس 180 درجة انت محتاج انه تبتدي تحقق فهاي نوع من المقارنات اللي بينك وبين شريكك وكأنه ما انت هناك كأنه يقول لك التارو انه انت غلطان في تفكيرك ان هذا الشخص سعيد بدونك او هذا الشخص عايش حياته بدونك براحة لانه هو سرعان ما سيرجع اما سيرجع لك وسيرجع لحياتك او ستأتيك عنه اخبار رح تستغرب من نفسك شلو كنت تفكر نفسك اقل منه وهو ايضا عنده الكثير من المشاكل وهو ايضا فشل حتى في حياته الجديدة اللي بعيده عنك هاي النوع من الطاقة انه ستأتيك الاخبار تفتح عينك على طريق تفكيرك انت هنا تحس بالوحدة او بالعزلة تحس انه ما عندك ماء لانه كرت المشاردين تحت كرت الزاهدة والهيرمت انه يقولك فعلا الامور ليست كما تبدو عليه انت تشوف الشخص الثاني سعيد بدونك هذا الشيء مو صح هذا الشخص عايش في دوامة ما عارف يطلع منها ولا عارف يظل فيها كأنما يريد ان يتواصل معاك ثمان الاخصان ضد ثمانية سيو يريد ان يتواصل معاك يرجع الى جناب حضرتك باسرع وقت ممكن ولكن في نفس الوقت مش عارف الطريقة الصحيحة ضيع الطريقة الشيء اللي ضيع الطريقة يعني احتمال انه يتوقع منك الرفض يتوقع منك ان انت تخلي الامور معلقة او ترغب في ان تكون مرتاح او هو ايضا بفكرك ترى في نفس الوضع ان انت ترغب ان تكون مرتاح بعيد عنه كل واحد منكم انت تشوفه افضل حالم منك واسعد او هو يشوفك مرتاح بدونه في حياته ولكن كأنه ما رح تصلون الى حقيقة مشتركة خلال شهر مايو رح تدركون ان كل هاي الامور مجرد واجهة لان انتو قاعدين تطلعون على سوشال ميديا تبع بعض كل واحد منكم يشوف الانستجرام الفيسبوك وسائل التواصل الاجتماعي تبع الثاني عشان يحدد مستوى سعادته عشان يحدد او يصنع القرار بخصوص هاي العلاقة ولكن انتو قاعدين تنظرون الى واجهة غير حقيقية عشان تحكمون على شخص حقيقته جدا مختلفة بالنسبة لك وايضا بالنسبة للشريك فهني كأنما انتظر الحقيقة انتظر الحقيقة تظهر لك بدل ما تتسرع بالحكم اللي بعده رح ننظر الى الجانب الصحي والقانوني نشوف ما هي الرسائل لك برج الجوزاء حان الوقت ان انت تنتبه اكثر الى الاعراض البسيطة لان الاعراض البسيطة لما تتراكم اذا كانت موجودة عندك حان الوقت ان انت تعالجها احسن ما تتفاقم ما اشوف عندك اي مشكلة كبيرة او اي مشكلة جادة الحمد الله واحتمال انك في السابق عانيت من مشكلة في القلب او مشكلة ما بقلك مشكلة ولكن تعافيت منها الحمد الله وايضا عملية جراحية اشوف هنا انك تعافيت من عملية جراحية وخرجت منها اقوى من السابق ولكن دائما حط بالك على صحتك يعني كأنما اشوف عندك مشاكل في الشعر عندك تساقط وايضا عندك جفاف اما في البشرة اما في العين فاذا في اعراض مثل هاي النوع حاول ان تعالجها باشياء بسيطة يعني هاي مشاكل بسيطة مو كبيرة او رح تطلب تدخل جراحي مثل سابقا احتمال هنا ايضا عندنا ملكة الارض احتمال انك اضطريت انت او الشريك يعتمد على الجنس اضطريت ان تنجب بطريقة قيصرية فكأنما انت ترغب في ابناء اكثر ولكن عندك تخوف شوية من مضاعفات اما كانت في القلب بخصوص الانجاب اما في القلب واما بخصوص العملية القيصرية اللي هي تي سكشن اوكي ولكن الحمدلله الامور تمام ولكن كن حذر في المستقبل كأنما هني عندك استقرار صحتك مستقرة ولكن كن حذر من ان لا تسقط يعني كن حذر في المشي ايضا في تحذير لك للمستقبل لا تتحرك بسرعة او تقوم بحركات خاطئة بحيث ان تؤذي نفسك اثناء الحركة اثناء المشي اثناء ركوب او نزول السلالم هاي النوع من الطاقة عندك ايضا فالحمدلله انت في تعافي ولكن اشوفه هني كأنه ما عندك رغبة في ان تنجب ابناء اكثر او تخاف تخاف هي في مشكلة انتهت عندك بخصوص القلب بخصوص عملية جراحية عافيت منها ولكن اشوف لحد الان كأنه ما عندك خوف تحزنك هاي المشكلة عندما تتذكرها فالحمدلله انت عافيت واقوى من السابق وظل مفكر على هاي الجانب خلنا نشوف المسائل القانونية يا خبر اليوم ببلاش بكرا يأتيك يا خبر اليوم بفلوس بكرا يأتيك ببلاش سوري بالعكس اقين برج الجوزاء انت هنا كأنما في انفصال اوكي او في زواج يا انفصال يا زواج في محيطك وصل الى في كلام عن طلاق لحد الان ما وصل الى الشؤون القانونية ولكن في كلام عن طلاق في نفس الوقت هاي الاشخاص علاقتهم غريبة لانا ما اشوف ان انت بشكل مباشر احتمال ممكن تكون انت ممكن يكون اشخاص قريبين وعزيزين على قلبك هم على شفا الطلاق يعني باقينهم شوي ويتطلقون في نفس الوقت بسرعة راح الامور ترجع الى مجاريها في نفس الوقت انهم باقينهم شوي يتطلقون ولكن بمساعدة او نصح الاشخاص بدون حتى من ان يخبرون احد ممكن انتو شريكك او اختك او اخك صديق بسرعة راح يرجعون الى بعض وهم كانوا منفصلين او على وشك الانفصال انت هناك انا ما قاعد مستغرب اشوفك انت في طاقتك الهوائية تستغرب شلون الامور من بعد عداوة وانفصال تحولت الى زواج وحب مرة ثانية عندك هاي النوع من الطاقة اذا انت انتظر اي امور قانونية في المحكمة فثق اهني بالانصاف اهني عندك طاقة لا تحاول ان انت تفرض طاقتك او سوري تفرض قرارك او تكون شوي عصبي وحاضة طبع في التعامل مع الاشخاص القانونيين اللى في المحكمة الى في الشرطة اظهر لهم الجانب الجيهة منك برج جوزاء انت عندك جانبان الجانب الطيب والجانب المظلم من شخصيتك احرص ان الجانب المظلم ما تخرج لهم عشان تحصل على الانتصار في المحكمة عشان لما تتكلمت في النهاية تتكلم مع بشر في جهاز الدولة في الشرطة في القانون احرص ان تكلم معهم بلطافة وما تكون قوي ومندفع وعنيف أو حتى غير ثابت في الطاقة كن في طاقة ملك السيوف الملك الدبلوماسي عندما إذا حدث الكل يحب أن يستمع إليه هذه هي النصيحة لك خلا نشوف من القادم أو ما هي الأخبار القادمة في طريقي أوكي ترغب عزيزي برج الجوزاء أنت ترغب أن ترحل من مكان معين بيئة عمل أشخاص محيطين فيك في أشخاص دائما يحبون أن يكونون حولك 24 ساعة يلصقون فيك يتعلقون فيك احتمال حتى في مكان العمل في مكان الدراسة ولكن في الفترة القادمة اللي رح يحدث أنه أنت رح تطالب بحريتك كأنما رح تهرب مو هروب كثر ما أنه خروج سريع من محيطهم هنا أشوفهم هم قاعدين يتنافسون ويتنازعون من أجل اهتمامك من أجل طاقتك ووجودك إذا كان في مكان عمل ممكن الرؤساء كل واحد يريد أن يضمك إلى فريقة إذا كان في الجامعة نفس الشيء كل مجموعة تريد أن أنت تنضم لهم يريدون الحصول عليك في الفترة القادمة الأشخاص المحيطين فيك ويتنازعون على اهتمامك على وجودك مقابل سبعة الأخصان عندك سبعة الأكواب أنت مش عارف شنو تبدي رح يسوي شوي الموضوع في البداية سوي لك كركبة التنافس اجتماع الأشخاص في نفس الوقت رح يسوي لك تشويش مش عارف تبتدي مع من تنصف من وتختار من ولكن في النهاية ستأخذ طاقة الخروج السريع بدل أن تختار وتدخل معهم في نزاع ولماذا اخترت فلان بدل فلان والمجموعة الفلانية بدل المجموعة الثانية هني ستريح نفسك أو النصيحة لك حتى أن ريح نفسك لا تختار لا تتشوش انسحب من الوضع طاقة وحتى جسدا هذه هي النصيحة لك ورح ننظر للنصيحة العامة لشهر مايو أنا أحبك هذه هي كلمات قوية لها تأثيرها هذه تكلم عن الجانب حسة العاطفي من حياتك وحتى علاقتك مع نفسك برج الجوزاء هني كأنما قاعد أذكر أن أنت والشريك كل واحد يفكر عنده فكرة عن الشخص الثاني ولكن ولا واحدة منهم صحيحة لأن أنت قاعد يتراقب الشريك من بعيد بدون أن تنخرط في حياته وهو أيضا أنت قاعد تحكم من نظراتك على الانترنت على السوشال ميديا ومن كلام الناس هني دائما كلمة أنا أحبك تطلب مننا الرجوع إلى مشاعرنا الأساسية حقيقة مشاعرنا حقيقة اختيارنا لهاي الشخص لماذا من بين كل هالنجوم اخترنا شخص معين كل هالاختيارات لماذا وقعت عينانا على شخص معين فتذكر دائما الحب لأنه عندما تتذكر الحب أو تتواصل معه بشكل صريح بدل ما تحاول أن أنت معاه تضعون واجهة كل واحد يحاول يراوي الشخص الثاني أنه عايش بخير بدونه حاول تركز أن تكون صريح معاه تصارحة بمشاعرك إذا تشوف هاي الملاك يدا على قلبه وقعد كأنما يعزف سنفونية أو يوصل رسالة معينة هذا رح يريحك من كل الدراما التمثيلية اللي أنت والشريك قاعدين تحاولون تسوونها تجاه بعض عليزي برج الجفزة